كيف حدث أن نسجل الضيئات والمسمينة للأضاحي؟ منذ يناري 2020 بدأت نسجل الضيئات والمسمينة للأضاحي وكذلك لدينا البنك المعلوماتي لكي نحيل المعلومات على الناس الذين يسمونوا الأضاحي للعيد وفي 22 أبريل 2020 بدأنا عملية الترقيم للأغنم والمعز بالحلقة للعيد وحاليا وصلنا 242 ألف ضيعة مسمينة للأضاحي للعيد وصلنا حاليا العدد الرؤوس المرقمة هي 7 مليون 200 ألف وكذلك يمكن أننا مع اقترب العيد نصلوا إن شاء الله إلى 8 ملايين الرأس للأغنم والمعز التي تكون مرقبة لنصة بالإضافة لهذه الترقيم تقوم بمزموعة من الإجراءات المراقبة منها مثلا هي المراقبة تكون طول السنة ولكن فترة العيدة دي كنرقبوا كذلك الأعلاف الموجهة من تغذية الحيوانات كنرقبوها في المصدر دياله عند الوحدات لأن جميع الوحدات خاصة تكون مراقبة ومعتمدة من طرف المكتب وكنرقبوا الأعلاف المواد الأولية التي تستعملوا الطريقة للإنتاج دياله والمراقبة التي يقوم بها الوحدات كنرقبوها أثناء تصويخ دياله في مراكز التخزين في نقطة البيع كنرقبوها كذلك عن الكساب كان مرحو لهم كنرقوا عينات ونرى اللعظة الأعلاف التي تأتيها الكساب دياله وإلى القناة بعد المخالفات نأخذوا الإجراءات المستالكي قد يتعمل ثمان يجب أن يتشرط ومن يتشرط يجب أن يجب أن يشتري كبش دياله يجب أن يشري واحد الكبشي يكون عنده واحد الحيوية يكون مقد لما نشط لا يكون لديه حمرار كثيرة في العين لا يكون لديه القاعدة الأدن سخونة لأنه يكون لديه واحد سخنة لا يكون لديه علامات الانتفاخ خصوصا في الجهاز الذي يصر في البطن أو الأرجل الأمامية أو تحت الرأس لا يجب أن يكون هذا الانتفاق كبير لا يجب أن يكون لديه سيالان في الألف ولا في المخرج و يجب أن يحس بالكبش بأنه يتحرك و لا يجب أن يكون لديه صيفة الكبش أنه يكون عيان ومرخي هذا يجب أن نتفادوه بالإضافة بعد أن يكون لدينا الكبش يجب أن يكون لديه المستهلك يجب أن يحافظ عليه و يجب أن يكون لديه مكان آمن في الدار و عندما يكون لديه يكونوا بعض المرات في العيد يكونوا بعض الحالات يجمعون الأسار و يجمعون الكسبة في مكان واحد و هناك نطلب منهم أنهم لا يحترموا هذه الشروط الصحية الكوفيد أولاً يجب أن نتأكد من الهوية السيد يجب أن نحر الأضحية نعرف ماذا يكون ثانياً يجب أن نعرفه أنه يجب أن يلتزم بالشروط الصحية الكوفيد يجب أن يكون لديه كمامة يجب أن يكون لديه محل الكحول يجب أن يطهر المعدات الأولية ساعة ساعة و تجب أن يكون مهني محترف لماذا نقول مهني محترف يجب أن يكون طهر البدن و اللباس يكون نقي يجب أن يكون لديه مهنية أو الحيوية في إعداد الكبش العيد لأنه عندما نحره السقيطة يجب أن يبدأ في عملية الصلخ يجب أن يكون لديه طريقة سريعة يجب أن يحيد لنا الجلد وخصوه من هناك نحيده الجلد كتباليه السقيطة إلا بنت لنا اللون دياله وردي مفتوح أو اللون وردي داكن هذا هو اللون الحقيقي ديال السقيطة إلا كان واحد اللون ماشي لم يكنش اللون وردي إما أحمر داكن إما مال إصفرار هنا كيمكن له ذلك ساعات يكي علم مول الكبش وأنه كيمكن له تتصل بالمصالح البيطارية ديال اللي كتكون عندنا مداومة أثناء فترة العيد عندنا واحد بنك معلومتي كنا عرفوا جميع الكسابة كل واحد رقمنا له كيدخل عندنا في واحد بنك معلومتي هذا من جهة ثانيا هذك الكساب اللي كان رقمو له كان أعطيه هو واحد الكتاب باش كيمكن له لما كيبيع الكسابة دياله لشي واحد اللي غدي بيعها من بعد كيكسبها كيعدل له ذلك الكتاب الكساب اللي باعليه مع الأرقام كل كبش باش كوه كي نعرفوا بأن هذه الكسابة كانت عنده وتباعت له واحد سيد أخر وبالتالي كذلك المستهلك من كيش سقطة كيش جري واحد كيش اللي لأضحية عفوا كيش اللي لأضحية عنده واحد تعريف مش هو التأشير جديلاformed هو حلقة للعيد هذه الحلقة للعيد مهمة أتبعنا نتعرف عليها محمد حلقة للعيد هي حلقة صفراء بلاستيكي صفراء عنده واحد الرقم فريد تسلسل فريد فيه واحد رأس كبش مجسد طريقة جرس كبش في مكتوب عليها العبارة عيد الأضحى فهي واحدة نجمة خماسية كترمز للعالم الوطني هذه الحلقة العيد هي الحلقة التواصل ما بين الكساب والمستهلك والمصاريح للونسا